أهلا بكم مشاهدين في الفقرة النقاشية والتي سنتحدث فيها عن دور الزوج في الحفاظ على أسرته ودائما تكون الزوجة هي القائمة بغانبية الأعمال التي تخص الأسرة والأولاد ويقتصر دور الزوج فقط للأسف على توفير الدخل المادي لأسرته أكيد لا يقتصر دور الزوج إذن على توفير المال ودوره لا يقل أهمية عن دور الأم أو الزوجة هناك واجبات ومسؤوليات محددة لكل منهما ما مدى أهمية دور الأب في الحفاظ على أسرته وتمسكها وما تأثير غياب هذا الدور هذا ما سنعرفه معظفتنا عبر الأقمار الصناعية سيدة سبا الماربي مدربة في مجال مهارات الحياتية ومستشارة أسرية صباح الخير سيدة سبا سيدة سبا صباح النور سيدة يعطيك العافية سيدة سبا بداية هل يقتصر واجبات الزوج تجاه أسرته على الأمور المادية فقط يعني غالبية الرجال بشكل عام خصوصا اليمنين يعني يركزوا على الجانب المادي أكثر من أي شيء آخر وكيف يمكن أن يحدد الرجل واجباته تجاه أسرته أولا بسم الله الرحمن الرحيم ثانيا لشكركم على هذه الاستضافة ثالثا يحدد الرجل دوره في رعاية أسرته أو الاهتمام بأرسته بأننا نحددناها في نقاط أول نقطة أنها تلبية احتياجات الأسرة مش الاحتياجات المادية فقط أيضا الاحتياجات العاطفية الاحتياجات النفسية لأن هذه هي أساس التربية لكن للأسف في مجتمعنا اليمنى ركزوا على الرعاية ولم يركزوا على التربية فتحصل هنا الفارق في تربية الأبناء تظل الأم هي متحملة الأعباء متحملة أعباء التربية وأعباء الرعاية ويضرر الرجل فقط الجانب المادي وهنا تخلل خلل في التربية وخلل في تكوين شخصية الطفل أو الأبناء صحيح هناك فكرة شائعة تقال أنه على الرجل الحماية وعلى المرأة الرعاية إلى أي مدى هذا الموضوع دقيق؟ يعني ما هي مسؤولية كل من الزوجين كل من الزوج والزوجة في تربية الأسرة ويعني ربما تماسك الأسرة شوفي يا أختي هنا كان زمان قبل فترة من الزمان محدد دور الزوج والزوجة يعني دور الزوج كان في الخارج ودور الزوجة في الداخل يعني الهتمام بالأبناء داخل البنزل لكن الآن اختلف بالتطورات الحديثة والآن أصبحت المرأة أيضا تتحمل جزء من المشاركة في أعباء المسؤولية يعني في المشاركة المالية تخرج العمل والرجل يخرج في العمل فالآن لابد أن نغير دور الرجل للأسف نحن في مجتمع يمني لم يستوعب الرجل هذه المشكلة فأصبحت أكثر البيوت فيها صراع وفيها مشاكل لأن الرجل ليس قادر يستوعب أن المرأة الآن في معها أعباء خارج المنزل فيريدها داخل وخارج وهذا من الأخطاء التي نحن نعاني منها كمستشارات أسريات لأنه كم أحداث طلاق بسبب أن المرأة متحملة أكثر من طاقتها توصل لمرحلة من الاكتئاب من الشعور بالاضطهاد لكن نريد أن نعلم الرجل أن الآن دور المرأة اختلف فيجب علينا المشاركة المشاركة كما هي تشارك في المال أيضا هو يشارك داخل المنزل في أعباء وتقاسم المسؤوليات وتحمل المسؤولية كلهم بدوره يعني لابد من المساعدة والمعاونة لكن إن الرجل يظل هو في زاوية أنه المسؤول الخارجي والمرأة داخل وهي أيضا تضاف إلى أعباء هذه يعتبر ظلم وأكثر النساء ترفض هذا الظلم صحيح يعني أكثر النساء دائما تقوم بواجبات وبكافة الأعمال المنزلية وتتحمل الأعباء المتعبة وأيضا ترعى لأبنائها وتديرهم وتربيهم يعني بفارق الأب يعني ما يكونش حتى ولا على باله يعني بعض الأوقات أغلب الأب يعني مش كلهم يعني برأيك هل دور الزوج تجاه الأبناء رعايتهم أم تربيتهم وما الفرق بين الرعاية والتربية في هذا الجانب دور الأب الرعاية والتربية كما دور أيضا الأم الرعاية والتربية الفرق بين الرعاية والتربية أختي الكريمة أن الرعاية فقط له الأكل والشرب والملبس والصحة وهذه عزيك الله كل الحيوانات كلها تحتاج رعاية لكن الإنسان يحتاج قبل الرعاية إلى التربية اللي هي الاهتمام بالجانب العاطفي الاهتمام بالجانب النفسي تنمية مواهبهم وهواياتهم معرفة كيف نطور أبنائنا كيف نربي أبنائنا في هذا الزمن الصعب فهذه كل الأشياء لا بد تكون دور متكامل الأم تغيب في البيت الأب يكمل الأم يغيب الأم تكمل هذا الدور لو ما فيش تعاون بهذه الطريقة سيصبح الأبناء مشتتين ضائعين شخصياتهم بسبب أنه مثقل على كاهل المرأة لحالها فلابد أن نعرف أن التربية قبل الرعاية التربية أهم من الرعاية جميل بس يعني الناس الآن خصوصا الأباء اللي حيسمعونا حيقولوا أنا مثلا أوكي أنا دوري كرعاية وبقدم الدعم المادي ولكن في التربية ما هو دوري ما هي المسؤوليات التي تقع على عاتقي حتى أؤديها لأساهم في بناء أسرى متماسكة؟ أولا تحمل المسؤولية يجب على الأب والأم تحمل مسؤولية الأم لا تلقي العاتق على الأب والأب أيضا لا يتلقي العاتق على الأم فأول نقطة هي تحمل المسؤولية وتحمل القرارات التعاون في أيضا تحمل القرارات معينة لدى الأسرة حتى تكون أسرى متماسكة كما هناك مثل يقول أن الرجل هو الرأس والمرأة هي العنق فإذا دار الرأس دار العنق يعني هو المتحكم بدائرة الأسرة هو الرجل نعم صحيح أيضا من الأشياء المهمة الدعم المادي مهم جدا للرجال والمرأة وأصبحت قلنا الوضع هذا والزمن هذا وبذلك بوضعنا في الحرب في اليمن أصبحت المرأة هي متحملة كاهل كبير من أعباء الدعم المادي أيضا تحقيق أهداف الأسرة لا بد أن الأب والأم يعملوا أهداف للأسرة وأهداف للأبناء ويسعوا لتحقيقها أيضا التوازن العاطفي الأم بعاطفتها والأب بعقله يستطيع أن ينشو الأبناء تنشئة متوازنة نفسيا أيضا تقسيم المهام الأب بسلطته والأم بحكمته تقسيم مهام المنزل بحيث أن يكون حتى الأبناء يتحملوا جزء من هذه المسئولية لأن الأم الآن هي تعبانة والأب تعبان فأيضا لابد أن الأبناء حتى أيضا يتعلموا تحمل المسئولية لابد أنهم يأخذوا أعباء يعني نوع من التكاليف داخل المنزل صحيح ست سبنت الآن تحدثت عن دور الأب والأمة في تماسك البيت وأيضا إدارة البيت والإدارة الأسرية بشكل عام الآن نتحدث عن تأثير غياب دور الزوج في الإدارة الأسرية ما هو هذا التأثير أولا تأثير غياب الزوج يضيف للأم مسئولية على أعباءها أيضا من الأشياء التي تؤثر في غياب الأب هو ضعف الجانب العاطفي لدى الأبناء تجاه الأب لأنه ليس محور الكون لديهم الأب يكون عبارة عن ضخ مادي أو دعم مادي لكن مش عارف إيش مشاكلهم مش عارف إيش احتياجاتهم النفسية احتياجاتهم العاطفية فهذا يؤدي إلى أن الأبناء يوصلوا في المستقبل أنهم ما يسمعواش كلام أبوهم يطلعوا ما عندهمش اهتمام بأبوهم لما يكبار أو يحتاجهم ما يلاقيهم معاهم أيضا تحميل الأبن الأكبر المسئولية فما يؤدي إلى شرق في العلاقات بين الإخوة أيضا الاكتئاب الاكتئاب النفسي والعصبي للأم من كثرة ما هي متحملة مشاكل الآباء مشاكل الأبناء أذكر في هنا قصة وحدة حاولت تقنع زوجه بأنه يكون يتدخل في مشاكل الأبناء أبناء ما وافقش كانت تصور الفيديو المشكلة بفيديو وترسلها تصور المشكلة وترسل للأب إلى أن أضطرته أنه يكون فعلا يتدخل في إيش في مشاكل أبنائه الأبناء إذا ما فيش سلطة قوية ما يعيروش أي اهتمام للأم صح مع الوقت الأبناء في سن المراهقة في سن الشباب ما يعيروش اهتمام كبير للأم فلابد من السلطة الأبوية أيضا أكثر الأطفال في مرة من المرات عندنا رسالة إلى أب مغترب أكثر الأطفال عدم قدرتهم فيه ماذا في إتخاذ القرار الأب عنده أكثر قدرة في إتخاذ القرار وتعليم أبناء أتخاذ القرار أطفأ أكثر الأبناء الذين آباؤهم مقتربين م 맛이 قدرة على إتخاذات القرار أيضا أيضا ما عندهم ngườiِ قدرة على المغامرة وتحمل المسؤولية ودراسات حديثة الآن تكتشف أن أن الأبناء الذين آبائهم غائبان عن المنزل ما عندهمش مبادرة في الحياة في المجتمع قليلين المبادرة ما عندهمش قدرة على المبادرة على أقبز مام الأمور كالأطفال العاديين لأباهم موجودين أيضا فقدان الثقة وخيبة الأمل من الأشياء اللي تؤثر على غياب الأب أن الأبناء يصابوا بخيبة أمل يعني الأب الأصل يكون الحامي السند الأمان مش متواجد فمن ما يقدرش يثقوا بأحد غير في المستقبل ما يقدرش حتى يثق في صديقة يثق في المجتمع يثق في أحد هذه من الأشياء النفسية التي تحدث عند غياب الأب للأطفال ومعنى سيدة سبا ذكرت موضوع الأب المغتربين يعني للأسف أكيد كثير من الأسر اليمنية أبنائها مغتربين الأب مغترب لتوفير لقمة كريمة لأفراد أسرته وهذا الوضع يعني بيكون غصبا عنه فكيف بيكون دوره من بلد الاغتراب في أن يكون له تأثير في الأسرة وأنه بيحاول أنه ما يكونش بس غائب جسديا يكون حاضر على الأقل ذهنيا ونفسيا لدى الأبناء والله هذه ليه أكثر من طريقة لأن بكثرة التواصل الوسائل الاجتماعي يقدر الأب 24 ساعة يكون مع أبنائه تواصل معهم والاقتراب منهم أما الانقطاع المفاجئة أو الانقطاع بدون أسباب هذا يسبب شرخ لكن الآن في برامج الفيديو برامج يستطيع الأب أيضا الاغتراب مثلا ستة أشهر والجلسة مع الأولاد ستة أشهر أو أربعة أشهر يعني بحيث أنه يكون قريب منهم في فترات معينة حتى يحص الطفل بتوازن لكن لما الأب يغيب مثلا عشر سنوات خمسة عشر سنة وبعدين يشتي ابن طائع أو ابن مقدر ما يقدر الأب أنه الأب خرج عشان لقمة العيش الأب يشتي أب يشتي حنان يشتي عطف ما يقدرش أنه هذا الجالب مهم هو يريد أب أمامه صحيح يعني في حال أنه خلاص الأب مغترب والأم هي أصبحت يعني تعيش الواقع لوحدها وتدير الأسرة لوحدها وأبنائها وأطفالها كيف ممكن أن المرأة تتعامل مع هذا الموقف تجاه زوجها والله الأصل الأم تكون أكثر وعي يعني الأمهات يلا لابد أن نحملهم أيضا أكثر وعي بحيث أن تربط الأبناء بالأب ما تفصلش ما تعملش فاصل أيضا توصل له المشاكل تحسسوا أنه موجود معاهم لكن أغلب الأمهات إيش عملين يغطين لا لابد أن تعيش الأب في جوكم ابني حصل كذا ابني عمل كذا عشان الأب يظل على تواصل مع أبنائه أما أنها تقطع عشان ما تزعجوش عشان ما تأثرش لا هذا تعمل شرق بالعكس لما تجي مشكلة والأب يتدخل في حله تزيد العلاقة العاطفية بين الأب وأبنائه لكن لما أنت كأم متحملة توصل على نفسية المرأة كينونته قد تصبر تصبر لكن توصل لمرحلة لا تستطيع أن تستمر في الصبر تنفجر وهذا هو سبب أكثر مشاكلنا في الطلاق إن المرأة تصبر 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 وبدأت أيام الحرب يعني الآن أكثر أيام الحرب فضحت الجميع فضحت المرأة وفضحت الرجل ليش؟ لأنه أصبح العائلة المادي الرجل مش قادر يغطي تكاليف المرأة فيصبح الوضع إن المرأة صبرت بالسابق والآن جاءت أنفجرت مرة واحدة فهذا لا لابد على المرأة أن تشارك الرجل في مشاكل جميل جميل طيب سيدة سبع يعني من المسؤول عن غياب دور الأب ودور الزوج في تماسك الأسرة؟ لماذا؟ يرى الزوج أن مسؤولياته فقط مادية من المسؤول عن هذه الفكرة؟ المسؤول أولا للمجتمع والتربية نحن مشكلتنا أن نحن تربية مجتمع قولة بالرجل في هذا القالب وهذا هو الأول الخطأ الآن لابد أن نعيد صياغة التربية للرجل بأنه أنت مش فقط دعم مادي أيضا مشاركة مشاركة في المشاكل مشاركة في المنزل مشاركة في التفكير مشاركة في الاهتمام لأبنائنا أيضا الزوجة الزوجة هي المسؤولة أيضا لأن بعض وقات الزوجة تعمل نفسها يعني قادرة تتحمل كل شيء فتتحمل داخل وخارج فهذا هو الخطأ الثاني الذي ترتكبه الزوجة لا لابد أن نقسم المسؤوليات نربي أيضا الرجل على تحمل المسؤولية نحن نقول للزوجات لو سمحتم حملي زوجك جزء من مسؤوليات معينة شاركيه في القرارات التي تتخذيها مش أنت لازم أنت تعملي كل شيء حتى وأن نحن نخطأ في هذه الأمور لكن نعيد حساباتنا فإنه لابد أن الزوج يكون عنده جزء من تحمل المسؤولية مشاركة مشاركة في التربية مشاركة في إعداد الأبناء إعداد جيد أنت الآن حثيت المرأة على كثير من النصائح النصائح الهامة التي تهم المرأة أيضا ما هي النصائح التي تقدمها للزوج؟ أولا استشعار الأمانة والمسؤولية هذه أمانة أمامكم اللي مش قادر يتحمل المسؤولية لا يتزوج ولا ينجبش أطفال هذه أول نقطة لازم أن نكون أمامها استشعار الأمانة وإن الأطفال هؤلاء أمانة فيه حتى لو أنت هربت يعني أكثر من قصة تأتيني زوج هرب مش قادر يتحمل المسؤولية ليش؟ إذا لا تتزوج اللي مش قادر يتحمل المسؤولية لا تتزوج أو إذا تتزوج لا تنجبش أطفال هذه أول نقطة رقم اثنين تحمل مسؤولية الأسرة لا تترك كل شيء فوق رأس المرأة لابد أن تشارك هذه المرأة لأنها ستأتي يوم وأيضا تعمل زي ما عمل الرجل تهرب والضحايا منهم الأولاد أيضا تغيير طريقة التربية أيوة الأطفال هم بيكونوا التعبانين أيضا تغيير طريقة التربية طريقة تربيتنا للأسف للرجل إنه تمام إنه كويس إنه رجال ها قادر تحمل كل شيء وللأسف ننفخ 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 وبالأخير نأتي إلى واقع ما في الشيء لابد أن نحن ابني أو بنتي والله هذي الحقيقة نحن نمكن أولادنا أنت رجل أنت رجل أنت رجل بس كلام لكن ما فيش تعليم تحمل ابنك المسؤولية من يوم صغير هذا تحمل معك جزء من هذه المسؤولية لكن إحنا جلسين ننفخ ننفخ بدون ما نحمل مسؤوليات حتى إنه الطفل يكبر وعنده مسؤولية فيما بعد لما يتزوج ويمسك أسرة يكون عنده إنه قادر على إنه يتحمل المسؤولية أما لما يتربي إنه مش قادر يتحمل المسؤولية فيكبر عديم المسؤولية أيوة أيضا هنا الخلل يكمن في ماذا أن الطفل لما يكبر ويشوف أمه هل المتحملة المسؤولية وهل المتعمل وهي وها لما يتزوج يشتي زوجته تكون نفس من؟ نفس أمه ويظل وتتعاقب الأجيال بهذه الطريقة وهذا غير صحي للمرأة المرأة قد تصبر قد تتحمل عشان أولادها لكن توصل لنقطة تتعب إما نفسيا إما تتخذ قرارات في الانفصال وهذا الذي لا نريده للمرأة نعم هناك عبارة تقال أنه لما المرأة تربي ابنها كويس وهو لسا صغير فتقول يعني يا زوجة ابني يعني أنا مربيانك الابن الصالح اللي حتسعدي فيه شكرا جزيلا لك سيدة سبا الماربي وأنت مدربة المهارات الحياتية ومستشارة أسرية على توجدك معنا وعلى وقتك شكرا جزيلا شكرا شكرا شكرا